السلام عليكم اخواني اخواتي كدرتولة بساليكم هاد الفيديو هو خلاصة للعديد من المعلومات قلت في العديد من الفيديوهات ديال اميرة ان دويتشلاند قلت في بلازمة كلها معلومة تبقى في قنط إلهم جمعي كل شي في دقة وحدة حتى تعم الفائدة وان شاء الله يبقى هاد الفيديو في البيبليوتك ديال قناتي فقد نبدأ على بركتي الله الفيديو باشتس كارمين باللغة العربية كارمين او الحشرة القرموزية كما تشوفوا جاءت في هذا الشكل من اللي كيطحنوها كيشففوها ويطحنوها بطب الحكي قتلوا العديد من الحشارات قطعتهم واحد المسحوق احمر وهذا هو اللي في المشكل اللي كيدخلوه في العديد من المنتوجات وانا غدا نشارك معكم جميع المنتوجات اللي لقيتهم فيهم ضروري جدا نتكلموا على الرموز حيث بهذا الرموز نعرفو واش كين هاد المكوين في هاد المنتوج نعم أملا كين كارمين غوت اشتس كارمين اي 120 وكذلك التسائي 75 ألف و 470 هذا هو اكتر واكبر مشكلة لانه مستحيل هذك الرقم تعقلوا عليه ولا تعرفوه يعني تقدرو تدوزو في شي منتوج وما تعرفوش غدا نبدأيكم اولا باكتر المنتوجات اللي تقدرو تلقاو فيها اشتس كارمين اللي هي مستلزمات الحلويات نعم كنت من الناس اللي وقال انا اخر وحدة درت فيديو على مستلزمات الحلوة غير الشهر اللي فات صار حتفاجأتو تستمت انه الليد اللي عندو شي اشياء حلال مستغني على الحشارة طيب الحال ما شيف جميع المنتوجات ولكن تيب اللي نعطيكم اللون اللون ديك الحمر فيه مشتو شي حاجة حمرة في المنتوجات خاصكم تشكوك وبالتالي جبدو المنتوج وشوفو واش فيه وما فيه فا غدا نحط لكم هنا بعض الامتدة مثلا كما تشوفو ده ديال اي ديكا ديال الحلويات ترميوا على مثلا مافين زلط دوناوت او غير ذلك اشتس كارمين وفيه احتى الشيلاك الشيلاك انا جاي يكم لي مثلا هاد المنتوج هادا نزيدوا المنتوج اخر من نفس الماركة ديال اي ديكا ديراش ترويس التاهية هادو كدير بحش شعرية كترمي وتوافق الحلوة وذك الشي تاهية فيها كذلك مادة الاشتس كارمين نسطر لكم عليها بعد اندوزو الملوينات وهنايا غدا نشارك معاكم مثلا دكتور اوتكا داي اللي نهد الملوينات الربعة الخضر الصفر الحمر الازرق وغدا تقلبو المكونات ستلقاو اشتس كارمين كاينة حاضرة وبقوة بين قاوصين اي مية وعشني حسا دي المنتوج راني فيتم شاركها معاكم بغيت ان نقول لكم مركزو حتى على الماركات اللي كيتعامل مرة معه مثلا اشتري هاد الدقيق ديال الاشتس كارمين هاد الغبرة هادي عارفو غدي ديرها بزاف ديال منتوجات ديال ونرى منتوجات ديال وماركة دياله فالموم حتى هذا كذلك نفس الشيء هنا يمخب بها مكتوباش اشتس كارمين ولكن ركينا الرمز اللي هو اي مية وعشرين من الماركة ديال اي ديكا شاركت معاكم اي ديكا دايرها هاد اللون هادا في العديد من المنتوجات في طبيعة الحال دايرها حتى في هذا ديال حب الملوك المجفف المحلة اللي داخلين في السكر هادا قد تبليكم اشتس كارمين طاغية وبقواجة الفوكة فما عرفت حلاش ملونين وباش يبان زوين البنتيك وباش يبان زوين ويبان اعطاكم ما داك يقولك شريني حقا بويت نقول لكم الحاجة الوحيدة اللي ما كتقولش لي يا شريني هما المنتوجات الغدائية واخي يكونهم زوقين هاداك وما اللي سنخاف منهم شخصيا هادا اندوزوا اخواتي لتوختنغوز هنا نشارك معاكم دكتور اوتكا في طبيعة الحال عندو وقع يشاري شي كيلوات قاعد يوزع فيهم توختنغوز ديال وبالطبط فيها اشتس كارمين ستطلقكم عليها عندو وقع لشي جوج ماركات ولا ثلاثة الموم ها انتم اخواتي ولا بغيت الحلال راني فيتن بارتاجيها معاكم في الفيديو ديال الشهر اللي فاتس فهاي الرمز اي 120 بعد اندوزوا اليوغورت احتى وتقدروا تلقا في هاد الحشرة ففي مكان هنا شي يوغورت ملوان ولا في شي حاجر خاص مضروري نشوف المكونات فغالبا هو اصلا تلقا في الجيلاتين يعني حاجة بينا ولكن غدا تقدروا تلقا في حتى اشتس كارمين هادي ماركة ديال ايمان اوبست كارتن كنت شاركتها معاكم كنت لقيت فيها اشتس كارمين في بزاف بزاف ديال المنتوجات فغاذي مثلا هذا لا يبغيوا هوليداتكم حيث فيها داكل حليوات ودك الشي تهوى في اشتس كارمين انا نسطر لكم عليها فالخلاصة حتى اليوغورت يقدر يكون في اشتس كارمين غدا نمشي ودابا الحلويات نبداليكم بالعلكة والمسكة الكاوغومي الشوينجوم وماركة مينتوس هي اكتر واحدة بالاضافة الجليسيري لتوى مكوين مشبوه عندكم مينتوس فيها اشتس كارمين اكيد لانها في المكونات وخاصة هاد الحمرة قبل ما نكمل الهضرة ديالي على هاد المنتوجات خاصني نداروري نهضر على الشيلاك الشيلاك هو واحد المادة سمغية كتنتجها لي هاد الحشرة بالضبط الاينس ديالها كتاكل من الشجر السمغ وبالتالي كتفرز لي مادة سمغية غير هو وما تقول لك غير مادة سمغية انا بالنسبة لي مستحيل تكون غير مادة سمغية سيكون تخليطة الحشارات مع المادة السمغية حيث كيفاش بغاوا يفرزوا لنا ذلك الشيلاك فليهذا الشيلاك غريبا لكم هو واحد المكون تيبري وبالتالي سيستعملوه في الاشياء بشتبري وغدا نعطيكم هنا بعض الامثيلة مثلا مثلا الحلويات ديال الدراري الصغار اي حاجة تبديكم كاتبري فعرفوا فيها الشيلاك في هاد المادة السمغية هادو هما الرموز بجات هاده المادة واشهر الرموز هي A904 او كلمة الشيلاك مباشرة هاد الحلوه بالضبط اخواتي هي المسكة هي المسكة بالضبط فيها الشيلاك ها هو الرمز A904 كما قلت ان مادة الشيلاك تتعطي واحد لماعان وبغيانس فاكيد غادي يكونوا بعض اللي زوبا ماركتي كيستعملوها في الخضر والفواكي كيرشوا بها بحالكة اولا كتعطيهم لماعان كتبنزوينة وتانيا كتحافظ لهم على مدة صلاحي يعني مدة اطوال فغدا نوريكم هادو مثلا بعض الخضر والفواكي اللي قدروا بعض المحلات يرشوهم هاد المنتوجات بها فمثلا كما كتعرفون نوسي مثلا عندكم البانان التفاح الافوكادو المانغو الحامض شنو اخر البوعويد اي حاجة اي حاجة في الخضر والفواكي خاصة هادشي اللي قلت لكم غادة تقولوا لي الام كيفاش نعرفو في طبيعة الحال ما كينش تم شيرا مزولة شي حاجة انا فوتكم مش ادرت فيها المحققة كونان ولقيت التيكيتا مخبعة بالطبط في محل غاية ذي هادا انها مخبعة من المورة واحد تيكيتا وهانتوما كما تتشوفو اي تسعمية وربعة وبالتالي هاد المحل مليون في المية كيعتمد على الشيلاك نعم كين عندكم مادتين البينان فاكس والشيلاك هادو بجوج معروفين جدا انه كيترشو على هاد الخضر والفواكي على حسب ما قريز ان هاد المادة تقدر تكون كذلك في القهوة وخاصة اللي حبوب تنظن انه خاصة غدا تكون في الاماكن اللي كيتباع يعني كيبدي بيلك هاد النوع للقهوة وهاد النوع للقهوة على شكل حبوب وكيبقى يرشوها كنظن كنظن لانه هادو تقريبا كل شيء ما كيناش نهائيا نحس ديال لاشيلاك لا اشتاس كاغمين لتحاجز عمام شبوها من المنتوجات كذلك اللي غادة تقاو فيها هاد المادة هو هاد النوع ديال الشوكولات خاصة الماركة ديال كيندا كيندا را معروفة موجودة في العديد من المحلات وكيندروا الى واحد المرة غيكو في العقلته بالنسبة الام اوند ام حتى هي ماركة معروفة مشهورة هاد غادة تلقاو فيها اشتاس كاغمين وغاد يباليكم الرمز هنا يا اي مياة وعشري هاد المسكة بالطبع تلقي سكتباع فيه محل غيبة وهدي القيت فيها الاثنان القيت فيها الشيلاك وكذلك اشتاس كاغمين مادة الشيلاك ومادات الاشتاس كاغمين قالك تقدروا تلقاو كذلك في العاصيرات نعم ولكن نفرحكم ما لقيت في التعاصير صارحة عيت ما نقلب وبغيت تلقى شي حاجة ولو الكيتشوب وكذلك نقدروا نلقاو في توافيه ساعة ما لقيتش بغض النظران في هذا الفيديو مباشر ركز على حلال حرام شبوش دك الشي ولكن فقط فقط كمعلومة مثلا في الشيبس هاد مثلا اللي كيكونوا مصابين بالبابريكا بالبابريكا يا ايمة يقول لك حقا ما حقت يقدروا يرشون بدك اللون الاحمر ديال اشتاس كاغمين الصراحة ما لقيتش لقيت واحد في الانترنت ولكن هنا ما لقيتش يمكن ما بقاش ما يمكن تحيد يمكن يمكن ولكن لميتد اديش الله واعلم فالمهم الاغلبية ديال هاد شي صراحة غير صحي صراحة حتى الحلوية ديال الدرار الصغار واغلبية هم بغيت نقول لكم مشبوهين حيث فيهم هديك مونو كذلك يقدر يكون في الايس كريم نعم خاصة ان هاد يكونوا مصابين بالفريز او مصابين بالهيمبغي او شي حاجة بحال هكا مادة الشي لكم الحشن القرموسية غدا تلقاوها في المواد التجميلية صراحة في العديد فغدا نركز فقط على مثلا لغوجة مادة الشي لديك بصيفة عامة خاصة هدو اللي تكونوا في الحمار في الغوز في هاد الالوان هادي حيث غالبا غادي يكون فيها اول الاشتس كارمين وعاد الشي لكتاوه باش اعتكوم هادك البغيونس غدا نصطل لكم هنا حيث تلقيت واحد وفيتا نيت هو نيت اللي مشاركه معاكم في احد الفيديو ديال ردو بالكم المهم هادك لغوجة صعيب شي شوية لانه كمشي مع الريق اي حاجة كنديرو الفمنا اصلا المكونات زيروك اصلا معروف ان لغوجة يقدروا يسبب بصراطان هدي معروفة جدا فما بالو كب هدوك الحاشارات وذك الشي عزيدو عليها نزيدكم حاجة اخرى لطيلاء الاضافرته هو رافيته هو فيه بجوج بجوج بالنسبة غادة القاوم كذلك في بعض المرات احتفل شي ديال لاي شادو الالوان خاصة الحمار وذك الشي ولكن زيدكم معلومة اخرى انه مثلا هاد الالوان اللي كتكون كتبري فكيديروا فحتى القشور ديال السمك مصراحة في المجال التجميلي كالعديد من المكونات اللي انا متأكد غادة تنصادموا وتفاجئوا انه كينين فاتشي فما عرفش مصراحة وش نديلكم الفيديو ديال خمسة اغرب مكونات كينة في المواد التجميلية شنو بليكم بعض المرات كيقولوا واحد من الاحسن ما نعرفش ولكن في نظريه ممكن احسن نعرفه المهم خلوا لي في التعليقات رأيكم وش من الاحسن كونه ما عرفتش وله من الاحسن المهم معلينة غد ندوخكم معايا فتنتمنى ان الفيديونا الاعجاب ديالكم تنشكركم على المتابعة ولا نسيت شي حاجة اكيد غد ندير عليكم في فيديو تاني ولا جزء تاني ولا حلقة تانية المهم السلام عليكم شكرا لكم